نروح لي أخبار النادي الأهلي ومصدر داخل النادي الأهلي قال لرقم 10 إن ريكاردو السوارش المديل الفني للفريق انفعل جدا على اللاعبين بعد مباراة مصر المقاص وقال لهم إن الأداة ما كانش جيد وإن معظم اللاعبين ما بيقدوش التعليمات الفنية وقال إنه الفترة اللي فائد دي كان بيدافع عنهم قدام الإعلام لكن الفترة اللي جاية لابد أن يلتزموا في الملعب وينفزوا التعليمات الفنية بشكل جيد وليه حق يتنرف السوارش وإن كان برضو السوارش علنده بعض الأخطاء وبالمناسبة السوارش لعب مصر المقاصة مرتين في تقريبا إسبوعين أكتر شوية مرتين في إسبوعين أو أكتر شوية مش فاكر بالظبط مرة في الدوري ومرة في الكاس ومصر المقاصة لعب بنفس الطريقة ومصر المقاصة بنفس الفريق تقريبا إلا بشوية نشئين كانوا لعبه في مباراة الكاس ورغم كده الراجل ما قدرتش يقرى الفريق بشكل جيد وكانت المباراة صعبة جدا على الأقل في كاس مصر أمام مصر المقاصة ودي نقطة ما قلتش يمباراة وحبيت بس أقولها دلوقتي أنه حتى لو الراجل لسه مش عارف الكرة المصرية ومش عارف اللاعبين اللي موجودين بس على الأقل هو بيعنيه شاف مصر المقاصة قبل كده ولعبهم كان المفودي بقى الأداء أحسن من كده في مباراة الكاس وده ما حصلش مصدر في النادي الأقل قالنا هنا في رقم عشرة أن دارة الكرة قررت خلاص رحيل صلاح محسن عن الفريق بنهاية الموسم الرحيل بقى عن طريق الإعارة أو عن طريق البيع النهائي البيع النهائي لو جه العرض المناسب لنادي الأهلي مصدر بالنادي الأهلي قال لنا كمان أن الأولوية هتكون ادخال صلاح محسن في صفقة تبادلية مع نادي هيكون الأهلي عايز منه لاعب بعينه يعني صلاح محسن يبقى ورقة فيه الصفقات تبادلية صلاح محسن ممكن يطلع إعارة صلاح محسن ممكن يطلع بيه النهاية في كل الأحوال أنادي الأهلي قرر رحيل صلاح محسن عن الفريق اشتركوا في القناة